اهلا بكم فاخروا في النجوم لو دي اول مرة تظهر القناة ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك واتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد من القناة وما تنساش تقولينا رأيك صباح الخير انا الكابتن اشرف سعد وديوسر اللي كنت في الرحلة تاعة الفنان محمد رمضان في سبتمبر اللي فات واخر الخنان محمد رمضان طلب انه ياخد صورة تذكار عشان يفرجها لابنه واحنا طيارة خاصة طيارة كلها هم 8 ركاب 8 فتيهات ومافيش عائق اساسا بين الطيارين وبين الركاب مافيش باب فاصل يعني تجربة قولة من نوعا قول مسود طيارة قلب عبيض بس بوري اسود مش بتفكتش محمد رمضان هو ليساني الطيارة دي الوقت شبال دي بعد اذنك فالكو بايلوت اللي كان معايا راح الحمام الحقيقة لقيت الاخ محمد رمضان وقف جنبي وبيقول لي بعد اذنك انا هاخد صورة افرجها لابني احنا كطيارة خاصة بيركب معانا ناس في اي بي رأساء جمهوريات ووزراء وامراء من كل بلاد العالم فلما بيطلب ان هو ياخد صورة كتذكار احنا يعني حبيا ضمنيا بيننا وبينهم بياخدوا الصورة حاجة فور سيلف لنفسهم لكن مش للعرض او للنشر او للكلام ده كله طبعا اللي حصل من الفنان محمد رمضان ان هو نشر الصورة بدون علمي ولا موافقتي على الميديا في فيديو لبقى اغنية الكلام ده طبعا كلام خطأ كبير جدا 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 انه تعمل لانه بيخالف جميع الاعراف وجميع القوانين اللي في الدنيا ان هو ينزل فيديو متفبرك بالمنظر ده وان فيه واحد بيقول ان بيحلف ان محمد رمضان هو اللي سايق الطيارة ولفظ سايق الطيارة ده يمكن الطيارين يعرفوا ان ده مش لفظ ناس طيارين احنا بنطير بالطيارة ما بنسقهاش المهم ان اللي عمله الفنان محمد رمضان بالفيديو ده تسبب فعزية جمدة جدا لناس كتير لناس كتير وقفى البيوت كتير وانا لما قلت له الكلام ده واحنا كنا راجعين من الرياض قلت له ان اللي انت عملته ده بدون علمي حيتسبب فعزية ناس كتير قال لي لا ما تقلقش خالص احنا الموضوع ده كله ان هامد واندر كنترول وانا ليه ناسي هتكلم معاهم وما تقلقش خالص والموضوع اعتبره منتهي طبعا الموضوع منتهاش الموضوع بقى قضية رأي عام في يوم وليلة واللي حصل حصل وكان قرار الوزارة ايقاف نهائي او مدى الحياة عن الطيران وطبعا ده موضوع صعب جدا علي لان انا راجل الحمد لله رب كان ليا تاريخي انا راجل اساسا قوات جوية مدرس في كلية الطيران ومدرس على اطرازات كتيرة جدا في القوات الجوية ومدرس في اطرازات مدنية بعد ما سبت القوات الجوية فصعب ان انا اعرض تاريخي كله لانه يتمسح بالاسلوب البايخ هذا هو الموضوع نهايته ان احنا انا والكو بايلوت اللي معايا اخد ايقاف سنة وهو للأسف مالوش زنب برضو الراجل يعني هو اخد ايقاف سنة ليه وانا اخدت ايقاف مدى الحياة فطبعا انا سيبلوك وانتو الحكم على الكلام ده والحمد لله على كل شيء قدر الله وما شاء فعلا